نرى الفريق المتكامل من الوزارات المعنية حاضر مع دولة رئيس وزراء وكنا حاضرين مع الزيارة وبدأ بحل المشاكل كان أكثر مشاكل بأنه الشركة لم تسلم مستحقاتها لأنه كما تعلمنا بينه على القرض البريطاني والقرض البريطاني هناك مشكلة بأنه السفير البريطاني كان حاضر سنأتي على موضحة التخصيصات المالية والسادة السعاد نعم نأتي على موضوع التخصيصات المالية وأيضا ما خصص الآن من قبل رئيس الوزراء لجملة المشاريع التي أطلقها لكن أيضا بالنسبة لهذه الزيارة ولأهميتها وانعكاساتها ميدانيا على المحافظة تضمنت عقد اجتماع معكم كحكومة محلية ونواب عن المحافظة للوقوف على أبرز المحاوقات والتحديات والتعارضات أمام تنفيذ المشاريع لنتحدث عن هذا الأمر الآن حضرتك يعني ذكرت مسألة مشروع مجاري الحلة الكبير هذا صار لأكثر من 14 سنة هذا المشروع لطالما كانت تتحكز عليه الحكومات المحلية السابقة أنه لا يوجد إكساء بسبب عدم إكمال هذا المشروع مشاريع البنى التحتية بمختلف المناطق كان الاتكال أو يتكئون على هذا المشروع وأنه غير منجز إلى هذه اللحظة أختي الكريمة يعني أغلب الزيارات للحكومات السابقة للوزراء رؤساء الوزراء الموجودين اللي راحوا بالفترة السابقة كانت زيارات كلاسيكية زيارات سقاط فرض اليوم الزيارة اللي قام بها رئيس الوزراء أعتقد يعني زيارة تاريخية أكيد أكون هناك مشاكل مشاكل جمع في محافظة بابل لأنه ماكو بنى تحتية إذن ماكو لا خدمات ولا يقدرون يبلطون ولا يقدرون كل أعمال المقرنص وما إلى ذلك ما يقدرون ينفذوها لأنه ماكو بنى تحتية أهم المشاكل اللي قدر أن نوصل إلى حلول بها هي المشاريع المتلكة اللي هي من 2012 ولحد الآن ماكو حلول مشروع بناء المدارس اللي هي على الحكومة الاتحادية ومشروع ماء الكفل اللي هو بقيمة تقريب 60 مليار متلكة ومشروع المحاويل